بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أقدم لكم مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم سنة دي يا أولاد المنهج بسيط جدا وكويس وفيه إعمال للفكر فياريت كلنا مع بعض نركز في الحصص بتاعتنا وكمان نركز على الفهم أكتر من الحفظ لأن اهتمامنا بالفهم اهتمام كبير جدا النهاردة يا أولاد هنتكلم عن الحرية الحرية نعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على الإنسان ليتمتع بالحياة ويسعد فيها ولكن السؤال هل الحيوان يدرك معنى الحرية هل الحيوان يسعى إلى تحقيقها هيا بنا مع الأديب الكبير مصطفى لطف المنفلوطي لنرى ما كتب في هذا المجال درس الحرية للأديب مصطفى لطف المنفلوطي أولا التعريف بالأديب هو مصطفى لطف المنفلوطي أديب مصري مشهور ولد عام 1876 في مدينة منفلوط بمحافظة أسيوت بالوجه القبلي تعلم بالأظهر الشريف ومن أهم مؤلفاته النظرات والعبرات ورواية في سبيل التاج وتوفي عام 1924 أول قطعة بتقول استيقظت فجر يوم من الأيام على صوت هرة تموء بجانب فراش وتتمسح بي وتلح في ذلك إلحاحا غريبا فراعني أمرها وأهمني هموة نتضرق إلى بعض المفردات هرة طبعا كلنا نعرف هرة قطة وجمعها هرر فراش مكان نومي وجمعها فرش وأفرشة راعني أفزعني أو أدهشني تموء يعني تصيح وهو صوت الهرة تلح يعني تكرر طلبها أهمني أحزنني في هذه القطعة بعض الأسئلة متى استيقظ الكاتب ومن الذي أيقظه طبعا كلنا عارفين من خلال القطعة استيقظ الكاتب فجر يوم من الأيام وأيقظه صوت إيه صوت الهرة ما أثر مواء الهرة وتمسحها بالكاتب على الكاتب أثر ذلك استيقظ من نومه وتعجب لأمرها وأحزنه همها قلت في القطعة الثانية لعلها جائعة فنهضت وأحضرت لها طعاما فعافته وانصرفت عنه فقلت لعلها ضمأة فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان وأثر منظرها في نفسي تأثيرا شديدا حتى تمنيت أن لو كنت سليمان فأفهم لغة الحيوان لأعرف حاجتها وأفرج قربها طبعا القطعة دي احنا قرناها ولكن يا أولاد تعالوا نستنتج بعض المفردات اللي فيها وجدت بعض الكلمات الصعبة في بعض الأساليب عايزين نوضحها تعالوا كده نشوف بعض الكلمات اللي ممكن تقف قدامنا ممكن نعرفها من خلال السياق أول كلمة نهضت من اللي قال لي أنا سامع واحد بيقول لي قمت مسرعا فعلا نهضت وقمت مسرعا من خلال الفقرة قادر من أنا أستنتجل إيه الألفاظ أرشدتها بمعنى إيه وجهتها أو هديتها اللي يكتبها كده صح اللي يكتبها كده صح انصرفت عنه أي تركته يعني إيه يعني سابته أفرج كربها يعني أزيل أو أكشف أنشأت يعني بمعنى بدأت وشرعت طب مضادة أنشأت إيه طبعا في واحدة هيقول لي مضادها كفت وواحد تاني هيقول لي انتهت أقول له الاثنين صح كفت أو انتهت طب عافته لقيتها صعبة طب عافته بمعنى كرهته وتركته طب مضاد عافته في طالب هيقول لي مضادها اشتهته وأحبته طب زمق زمق بمعنى عطشة تمام طب مضادها ري طيب لم تحفل به يعني لم تهتم طيب حاجتها أنا أفرج حاجتها بمعنى إيه غرضها وجمع حاجتها حوائجها كربتها دي كلمة برضو صعبة ممكن نستنتجها من خلال السياق كربتها بمعنى حزنها وضيقها طب جمع كربة إيه كرب وكروبات طب ندخل بقى على بعض الأسئلة واللي استنتج كده من خلال القطعة ما الدليل على اهتمام الكاتب بأمر الهرة خبوص لاي طالب بيفكر كده معايا تمام إجابة صحيحة الدليل على ذلك أنه سارع وقدم لها الطعام فقد تكون جائع ثم أرشدها إلى الماء لعلها تكون إيه زمق فقد تكون إيه زمق طيب السؤال بعد كده بيقول ماذا فعلت الهرة عندما قدم لها الكاتب الطعام والشراب هيقول لي إيه لم تهتم بالطعام والشراب وظلت تنظر إلى الكاتب نظرات بها ألم وضيق نظرات بها ألم وضيق أنا عايز إن إحنا كلنا نشارك وكلنا نفكر مع بعض وما فيش حد يعد يسمعني بس تمام طب السؤال اللي جاي أنا عايز أحمد يجاوبه ما أثر سلوك الهرة على الكاتب أثره إيه فكر كده إجابة صحيحة أثر في الكاتب تأثيرا كبيرا وأحزنه كثيرا إزاي أنا مش عارف إن أنا أحل لمشكلة الهرة نكمل سؤال تاني بيقول ما الذي تمناه الكاتب تمنى الكاتب أن لو كان سليمان عليه السلام لماذا ليفهم لغة القطة فيفرج كربتها أو كربتها وشدتها إجابة صحيحة إنه هو تمنى إنه لو يكون إيه سليمان عليه السلام ليه حتى يفهم لغة القطة كي يفرج كربتها وشدتها طب سؤال اللي جاي أنا عايز مينا مينا يفكر معايا يقول لي لماذا خص الكاتب سيدنا سليمان عليه السلام ها نفكر كده تفكير صحيح إن سليمان عليه السلام كان يفهم لغة الحيوان فالكاتب كان يتمنى أن يكون سليمان ليفهم لغة الحيوان فيفرج كربت إيه القطة بعد ذلك إحنا خلصنا القطعة اللي فاتت تعالوا كده نشوف القطعة الجديدة وكان باب الغرفة مغلقة فرأيت أنها تطيل النظر إليه وتلتصق بي كلما رأتني أتجه نحوه تلتصق بي كلما رأتني أتجه نحوه فأدركت غردها وعرفت أنها تريد أن أفتح لها الباب فأسرعت بفتحه فما إن وقع نظرها على الفضاء ورأت وجه السماء حتى استحالت حالتها من حزن وهم إلى غبطة وسرور وانطلقت تعدو في سبيله طبعا هنا فيه كلمات تقيل وكلمات صعبة ولكن ما فيش صعبة طالما أننا أقرأ إيه الفقرة كلها على بعضها عشان أقدر استنتجي إيه المفردات طب تعالوا كده نشوف المفردات عندنا أدركته طالب قال لي أدركته أنا سمعتها قبل كده وإيه وعرفتها إنها عرفته أدركته بمعنى عرفته طيب غبطة الغبطة هي الفرح والسرور فاللي كتبها الفرح صح اللي قال لي السرور صح انطلقت تعدو انطلقت يعني إيه بمعنى أسرعت إحنا مش عايزين تحفظ المعنى ولكن تفهمه من خلال السياق استحالت حالتها أي تحولت واحد قال لي تبدلت واحد تاني قال لي تغيرت وقلت له تمام إجابات صحيحة إيه وعطوها عند لفظة معينة وتقول لا أنا مش حافظها فكر من خلال القطع تعدو في طريقها تعدو انطلقت تعدو كلنا من خلال السياق نقدر نعرف إنها تجري تعدو بمعنى تجري انطلقت تعدو في سبيلها سبيلها أنا سمعتها قبل كده أي طريقها طب جمع سبيل نفكر كده نلاقي نجمع سبيل سبل وأسبلة كلنا كده متابعين مع بعض وكلنا بنفكر تعالوا كده نجيب بعض الأسئلة ونقيه ونشوف بيقول إيه ما الذي جعل الكاتب يفهم غرض القطة طبعا الإجامة الموجودة أنه وجدها تطيل النظر إلى الباب تلتصق بالكاتب كلما رأته يتجه نحو نحو الباب تمام يبقى اللي خلاها عرف إنه هو إنه هي عايزت تخرج إنه هي تطيل النظر للباب وتلتصق بالكاتب كلما تجه إلى الباب طب السؤال اللي جاي ما لهش إجابة تعالوا نفكر فيه ماذا فعل الكاتب عندما عرف غرض القطة ها إيمان تقول لي ماذا فعل الكاتب عندما عرف غرض القطة إجابة صحيحة يا إيمان إنه هو أسرع وفتح الباب طب اللي السؤال اللي جاي ما أثر فتح الباب على القطة طبعا كلنا في صوت واحد ما شاء الله إنه هي تحولت حالتها من هم وحزن إلى غبطة وإيه وسرور السؤال اللي بعد كده ماذا فعلت القطة بعد أن فتح لها الباب ما شاء الله كلنا مشاركين نلاقي إنها انطلقت تعدو في سبيلها يعني فرحت فرحا شديدا وانطلقت نشوف القطعة اللي بعد كده ونفكر فيها ويا ريت نستنتج زي ما استنتجنا القطعة اللي فاتت عدت إلى فراشي وأسلمت رأسي إلى يدي وأنشأت أفكر في أمر هذه الهرة وأعجب لشأنها وأقول ليت شعري هل تفهم هذه القطة هذه الهرة معنى الحرية حق الفهم وما كان حزنها ورجاؤها وتمسحها وإلحاحها إلا سعيا وراء بلوغيها الحرية كان كل ده كله بسبب سعيها وراء بلوغيها الحرية تعالوا ناخد بعض المفردات الصعبة اللي وفت قدامنا وتعلمنا إن إحنا نقدر نطلعها من السياق بيقول أسلمت رأسي يعني أرحت رأسي وضعت رأسي يعني ريحت إيه رأسي فبيقول ليت شعري إيه ليت شعري ده مصطلح يجب إن إحنا كلنا نعرفه ليت شعري يعني ليتني أعلى تمام طب رجاؤها رجاؤها الرجاء هو الأمل بلوغها يعني وصولها رجاؤها يعني أملها تعالوا ناخد بعض الأسئلة ما سبب مواء القطة قال لي احنا عارفينه قبل كده اللي هو إيه فقدانها الحرية لأنها فقدت الحرية خليها تبحث عن الحرية وتلح في ذلك السؤال اللي بعد كده بيقول ماذا فعل الكاتب بعدما خرقت القطة طبعا إجابة صحيحة ممتاز جدا سمير بيقول لي فعل الكاتب عاد إلى فراش يفكر في أمر هذه القطة وكيف تعرف معنى الحرية طب إيه اللي عرفوا إنها عارفة معنى الحرية لما انطلقت وأحصرت إنها تخرج من إيه من الحجرة أحصرت على ذلك ولما طلعت من الحجرة أسعت وجرت في طريقها وده دليل على إنها تعرف معنى الحرية طب السؤال اللي بعد كده بيقول فيما كان الكاتب يفكر وماذا أدرك فكر في إيه تمام فكر في إيه كان يفكر في أمر هذه القطة هل تفهم معنى الحرية وأدرك أنها تفهم معنى الحرية حق الفهم وما كان حزنها ورجاؤها وتمسوها وإلحاحها إلا سعيا وراء وصولها للحرية يبقى ده أدرك فعلا أنها تفهم الحرية وتطلبها نقول القطعة ملخص اللي فات واستنتاج الكاتب لإيه للقصة القصيرة دي فبيقول فالحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس فمن عاش فمن عاش محرما منها عاش في ظلمة حالكة الحرية هي الحياة ولولاها لكانت حياة الناس أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال إن الإنسان إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسور ولا مستجد وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته المطامع البشرية فإن ظافر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده يعني ده استنتاج الكاتب استنتج إن الحرية مهمة لجميع الكائنات للإنسان والحيوان فقال إن الحرية هي شمس يجب إنها تشرق في كل نفس تعالوا بينا بقى نستنتج بعض اللغويات وهنسأل بعض الأسئلة بيقول كلمة ظلمة حالكة طب ظلمة حالكة من خلال السياق قادر أفهم إيه إنها ظلمة شديدة إيه الظلمة إنها حالكة يعني بمعنى شديدة الظلمة طيب ليس بمستجد مستجد يعني شحاد يعني بيطلب حسنة طيب وجمعها مستجدون المطامع يعني المظالم أو الأهواء طب مفردها مطمع لا منة لمخلوق يعني لا فضل جمع منا منا متسول وليس بمتسول متسول يعني سائل يعني طالب حسنة وطالب للصدقة سلابته المطامع البشرية سلابته بمعنى نزعت منه أو سرقت منه طيب فإن ظافر بها يعني فاز طب مضد ظافر إيه فقدة أو خسرة لا يدى لأحد عنده بمعنى لا فضل لأحد مفيش حد لي فضل عليه تعالوا بينا نسأل بعض الأسئلة على الفقرة الأخيرة وهي استنتاج الكاتب لملخص هذه القصة أنا عايز كلنا نشارك يا أولاد في الاستنتاج ده بما شبه الكاتب الحرية كريم يقول لي بما شبه الكاتب الحرية بيقول لي إجابة صحيحة بيقول لي شبه الكاتب الحرية بالشمس التي يجب أن تشرق في كل نفس وشبهها كذلك بالحياة يعني يجب أن الشمس دي أو اللي هو الحرية تشرق في كل نفس إنسان أو حيوان بل إنه شبه بأنها الحياة سبب الحياة السؤال اللي بعد كده بيقول لنا ما أثر فقدان الحرية على الإنسان لو الإنسان فقد حريته أثر ذلك عليه إيه؟ تمام أثر ذلك أثر فقدان الحرية على الإنسان الشعور بأنه في ظلم حالك تمام أو أنه كالميت ما الذي يسلب الإنسان حريته؟ ما أو من؟ ما الذي يسلب الإنسان حريته؟ مين اللي بياخد حرية الإنسان؟ اللي بياخد حرية الإنسان؟ إجابة صحيحة الذي يسلب الإنسان حريته المطامع البشرية فأنت حر ما لم تضر فإن ضريت أحد بحريتك فقد سلبتها حريتك لماذا يحرص الإنسان على الحرية؟ يحرص الإنسان على الحرية ليه؟ ها فكر معايا يلا يا مينا يحرص الإنسان على الحرية لأنها الطريق للسعادة لأنها طريق لسعادته أو لأنها الحياة لو فقد حريته فقد حياته وكلنا حريص على الحياة ماذا يحدث لو فقد الإنسان حريته؟ يحدث إيه؟ لو فقد الإنسان حريته كانت حياته أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في يد الأطفال اللي بيطلب حريته مش متسول ليس بمتسول ولا مستجدل لأنه يجب كل إنسان يطلب حريته حتى لا تكون حياته أشبه شيء بحياة اللعب لماذا يعد الإنسان الذي يطلب حريته متسولا؟ لا يعد الإنسان الذي يطلب حريته متسولاً له لأنه يطلب حقاً من حقوقه ده حقه الذي يجب أن يطالب به الذي سلبته المطامع سلبته منه المطامع البشرية يعني المطامع البشرية هي اللي سلبته فيطلب حقه علشان يعيش في أمان وإيه وسلام تمام؟ تعالوا بنا يا أولاد نكمل بيت الدرس نهارده يا أولاد هنرجع بعض قواعد النحو في المرحلة الابتدائية أو نرجع بعض الحاجات اللي هتأسسنا في المرحلة الإعدادية أول حاجة عندنا إعراب الفعل المضارع إعراب الفعل المضارع نجد أن الفعل المضارع معرب أي أنه يرفع وينصب ويجزم بس إمتى إذا لم يتصل به نون التوكيد أو نون الإيه النسوة يبقى الفعل المضارع معرب إذا لم يتصل به نون التوكيد أو نون النسوة أي أنه يرفع وينصب ويجزم يرفع إمتى وينصب إمتى ويجزم إمتى تعالوا كده ينصب إذا سبق بناصب من نواصب الفعل المضارع يجي واحد يقول لي ما هي نواصب الفعل المضارع التاني بيجاوبني بيقول لي يا مستر نواصب الفعل المضارع أن لن كي لم التعليل حتى نقولها مع بعض تاني أن لن كي لم التعليل حتى طيب إحنا عرفنا النواصب تعالوا ندور على الجوازم لقيت طالب بيقول لي أن جوازم الفعل المضارع لم لما لام الأمر لن ناهية يبقى النواصب قلناها كام خمسة أما الجوازم قلناها أربعة نواصب الفعل المضارع أن لن كي لم التعليل حتى طيب الجوازم لم لما لام الأمر لن ناهية طيب الفعل لم يصبق بناصب أو جازم ما فيش قبليه لا ناصب ولا جازم لا أداة من أدوات النصب ولا أداة من أدوات الجازم يبقى الفعل المضارع ده إيه الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يصبق بناصب أو جازم يبقى إمتى يكون منصوب إذا سبق بأدوات ناصب الفعل المضارع إمتى يكون مجزوم إذا سبق بأدوات جازم الفعل المضارع إمتى يكون مرفوع لما أجد أن ما فيش قبله لناصب ولا جاسب طب الفعل المضارع فكرني بكلمة الأفعال الخامسة إيه هي الأفعال الخامسة؟ نفكر مع بعض أفعال خامسة الأفعال الخامسة أي فعل مضارع أو كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاسنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة اللي يتصل به إيه ضمير ثلاث ضمائر ألف الاسنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يقول لي يا أستاذنا إزاي أنه أفعال خامسة ودي ثلاث ضمائر أقول له أو تعالى نفكر مع بعض نجد أن ألف الاسنين لها شكلين أو الهياء أو تاء تعالوا كده نشوف ألف الاسنين لها شكلين أو الهياء أو تاء واو الجماعة برضو لها شكلين أما ياء المخاطبة لها شكل إيه واحد تعالوا كده نشوف يذهب ده فعل مضارعات لما جيبها مع ألف الاسنين يذهبان طب يذهبان طب ما أنا وجدتكم أي تذهبان يذهبان وتذهبان مع واو الجماعة يذهبون يذهبون وتذهبون طب بكلم بنت فبقول لها أنت تذهبين ما فيش يذهبين يبقى نبص كده على يذهب لما اتصرت بقى ألف الاسنين يذهبان وتذهبان أدي اتنين يذهبون وتذهبون مع واو الجماعة أدي ايه اتنين يبقى كده اربعة أنت تذهبين كده خمسة ناخد يكتب مع ألف الاسنين يا وتا مع واو الجماعة يا وتا مع ياء المخاطبة تا بس تعالوا كده نشوف يذهبان يكتبان وتكتبان ده مع ألف الاسنين يكتبون وتكتبون مع واو الجماعة وأنت تكتبين احنا كده طلعنا من الفعل خمس أشكال اتنين مع ألف الاسنين اتنين مع واو الجماعة واحد بس مع ياء المخاطبة فسميناها الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع بإيه قالك الأفعال الخمسة ترفع علامة رفعها ثبوت النون فين النون دي يذهبان في الآخر نون تذهبان في الآخر نون يذهبون في الآخر نون تذهبون نفس الحكاية وأنت تذهبين في الآخر نون لو وجدت النون ديت يبقى الفعل ده فعل مضارع مرفوه وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة طب ضروري أن أنا أقول لأنه من الأفعال الخمسة ضروري لأن دي علامة فرعية مش أصلية طيب لو رفع يرفع ثبوت النون طب تعالوا كده يجزم إمتى قال لك يمجزم وينصب ينصب ويجزم إذا سبق بنصب أو جازم طب علامة النصب والجازم إيه؟ علامة النصب والجازم حزف النون يبقى الفعل من الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحزف النون يعني لم يذهب طب لو جبت النون تبقى غلط لن تكتبوا لو جبت النون تبقى غلط بس بعد واو الجماعة بيجيب ألف صغيرة كده علشان إيه؟ نفرق ما بين واو الجماعة وبين علامة الرابع في جامعة المذكر السالم طب تعالوا كده نشوف مثال الطالبان يزاكران بجد ولم يهمل في واجبهما ولم يقصر فين الأفعال الخمسة موجودة قدامنا هيت بلون تاني يزاكران يهمل يقصر طب يزاكران فيها نون ولا لا فيها نون طب في قبلها ناصب أو جازم مفيش طالما ما لقيتش ناصب أو جازم يبقى الفعل ده مرفوع طب إيه العلامة اللي عندي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه سجوت النون لأنهم الأفعال الخمسة طيب الألف الإسنين دي تعرب إيه واو الجماعة تعرب إيه ياء المخاطبة تعرب إيه الضمائر الثلاثة دول يعربوا إيه على طول أول ما تعرب تقول أفعال خمسة وتقول لي وألف الإسنين ضمير مبني في محل رفع فاعل طب لو واو الجماعة واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل طب لو ياء المخاطبة ياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل يبقى الثلاث ضمائر دول موقعهم معروف ضمير مبني في محل رفع فاعل طب لن يهمله يهمله ده فعل مدارع قبل لن ولن من نواصب الفعل مدارع يبقى أنا لما جعني بقول فعل مدارع منصوب بلن إجابة صحيحة تمام طب وعلامة نصبه حسف النون إجابة صحيحة حسف النون ليه لأنه من الأفعال الخمسة فاضل لي حاجة آه فاضل لك يا مصر اللي هو إيه ألف الإسنين تعرب ضمير مبني في محل رفع فاعل طيب ولم يقصر نجي اللم من جوازم الفعل مدارع يبقى الفعل اللي جاي مجزوم يقصر فعل مدارع مجزوم بإيه تمام بلم وعلامة جزمه حسف النون لأنه من الأفعال الخمسة لقيت كلمة أفعال خمسة تقول لي وألف الإسنين ضمير مبني في محل رفع فاعل أنتم تدعون إلى الخير نجي من كلمة تدعون لا فيه لناصب ولا جازم بقى الفعل ده مرفوع طيب علامة رفعه إيه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواوي الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل فعليكم أن تلتزموا تلتزموا فعل مدارع قبلي أن فعل مدارع منصوب بأن وعلامة ناصبه ثبوت حسف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواوي الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل طيب تعالوا كده فلا تتكاسلوا لا دي لا دي إيه الناهية غير لا النافية دي لا الناهية من جوازم الفعل مدارع يبقى ده فعل مدارع تتكاسلوا فعل مدارع مجزوم بلا النافية من الناهية وعلامة جازمه حسف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواوي الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل زيها بالضبط المثال الأخير اللي هو أنت تقدمين تقدمين ده فعل مدارع ما فيش لقبلي لناصب ولا جازم من فعل مدارع مرفوع علامة رفع وثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة إيه اللي عرفنا لأن في ياء المخاطبة طب وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل فلا تتأخري لا لناهية من جوازم الفعل مدارع يبقى الفعل ده مجزوم بلا النهية وعلامة جازمه حسف النون لأنه من الأفعال الخمسة وياء المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فاعل كي تفوزي كي من نواصب الفعل مدارع لو أن لن كي حتى لم التعليل أو لم التعليل حتى تمام؟ من نواصب الفعل المدارع يبقى الفعل اللي بعديها فعل مدارع منصوب وده فعل اتصل بي ياء المخاطبة يبقى فعل مدارع من الأفعال الخمسة يبقى فعل مدارع منصوب بإيه لقبليه إيه كي يبقى فعلا مدارعا منصوب بكي علامة نصبه حسف النون لأنه من الأفعال الخمسة وبكده نصل إلى نهاية الجزء الأول من درسنا أتمنى لكم كل توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا